اسم الدرس أتدرب على حل المسائل لتنجح صديقي في حل المسائل الرياضية تذكر دائماً هذه النصائح من فريق صبورة.net سندكم ورفيقكم الدائم أولاً فهم المسألة وقراءتها عدة مرات ثانياً تصور المسألة وكأنها حكاية أو فيلماً مصوراً في ذهنك فيه شخصيات تقوم بأعمال فيها حسابات ومعاملات وتتعرض لمشاكل في الحساب تساعدهم أنت على حلها لأنك البطل ولا يجب أن تستهين بقدراتك ثالثاً حاول رسم ما فهمت من المسألة وترجمت تصوراتك في مخطط رابعاً استخرج كل المعطيات وبوّبها إلى معطى ومطلوب أي ما هي المعلومات المتوفرة في المسألة وماذا طلب منك خامساً حاول استحضار المعلومات والقواعد التي درستها في الرياضيات لتختار منها ما هو الأنسب لحل هذه المسألة عمليات جمع أو طرح أو ضرب جداول نظام القيس والزمان قواعد الأشكال الهندسية القطع النقدية والأوراق المالية سادساً تثبت إن كان هناك أسئلة خفية عليك إيجادها لأنها تسهل عليك إيجاد الحل الصحيح سابعاً لا تتصرع في الإجابة وتثبت من الأعداد ونتائج العمليات عند كتابتها أو نسخها سامناً لا تسهى عن كتابة الوحدات في نتيجة كل عملية كيلو جرام لتر سنتار دينار مي كيلو متر دقيقة ساعات تاسعاً عاشراً قاعد قراءة ما كتبت لمزيد التحري قبل أن تقدم ورقة التقييم عمل الموافقاً أصدقائي المسألة الأولى أولاً لمربي نحل مجموعات من المناحل أنتجت كميات من العسل وفق ما يبينه الجدول التالي المجموعة الأولى المجموعة الثانية المجموعة الثالثة عدد المناحل 107 143 133 نوع العسل برتقال كالتوس إكليل وزعتر معدل إنتاج المنحلة الواحدة بالكيلو جرام 6.25 4.75 5.5 احتفظ مربي النحل بـ 3.75 كيلو جرام من عسل البرتقال وبي 4.25 كيلو جرام من عسل الكالتوس وجمع إنتاجه من العسل وعرضه للبيع فاقترح عليه صاحب مغازة الاختيارين التاليين الاختيار الأول بيع كامل أنواع العسل بمعدل 14.750 دينار للكيلو جرام الواحد الاختيار الثاني تعبئة العسل حسب النوع في قنينات بلورية 9 الواحدة 5 من 10 كيلو جرام وبيعه كما يبينه الجدول التالي نوع العسل 8 كيلو جرام الواحد من العسل بالدينار برتقال 13.250 كالتوس 15.250 إكليل وزعتر 17.800 ثمن شراء القنين الواحدة فارغة بالدينار 190 من ألف ألف أبحث عن مدخول بيع العسل وفق الطريقة الأولى باء أثبت أن مدخول بيع العسل وفق الطريقة الثانية يبلغ 31.338 فاصل 530 دينارا جيم أحدد الاختيار الأنسب الذي يوفر له دخلا أكبر أعلي الإجابة الجواب أبحث عن كمية العسل من كل نوع يساوي عدد المناحل لكل نوع في معدل الإنتاج ثم أجمع الكمية المتحصل عليها للأنواع الثلاثة كما يبينه الجدول التالي المجموعة الأولى المجموعة الثانية المجموعة الثالثة عدد المناحل 107 143 133 نوع العسل برتقال كالتوس إكليل وزعتر معدل إنتاج المنحل الواحدة بالكيلوغرام 6.25 4.75 5.5 الإنتاج الجملي بالكيلوغرام 668.75 679.25 731.5 2079.5 الكمية التي عرضها للبيع 2079.5 كيلوغرام ناقص 3.75 كيلوغرام زائد 4.25 كيلوغرام يساوي 2071.5 كيلوغرام مدخول بيع العسل وفق الطريقة الأولى يساوي كمية العسل المتبقية والتي عرضها الفلاح للبيع في ثمن الكيلوغرام الواحد 14.750 دينار في 2071.5 كيلوغرام يساوي 30.554.625 دينار مدخول بيع العسل وفق الطريقة الثانية يساوي أبحث أولاً عن عدد القوارير لأجد عدد القوارير اللازمة لملء كل كمية العسل أقصم كل الكمية التي أعدها الفلاح للبيع على ساعة القارورة الواحدة 5 من 10 كيلوغرام 2071.5 كيلوغرام على 5 من 10 كيلوغرام يساوي 4143 قارورة عدد القوارير المعدة لكل نوع حسب كمية العسل المخصصة للبيع الإنتاج الجملي المخصص لكل نوع ناقص الكمية التي احتفظ بها لعائلته يساوي الكمية المعدة للبيع ثم الكمية المعدة للبيع على 5 من 10 كيلوغرام يساوي عدد القوارير اللازمة لكل نوع المجموعة الأولى المجموعة الثانية المجموعة الثالثة نوع العسل برتقال كالتوس إكليل وزعتر الإنتاج الجملي بالكيلوغرام 668.75 679.25 731.5 الكمية المعدة للبيع 665 675 731.5 عدد القوارير اللازمة لكل نوع 1330 1350 1463 4143 قارورة في الجملة ثمن القوارير أو ثمن العسل المناسب لكل نوع ألاحظ أن القارورة 9 5 من 10 كيلوغرام أي نصف كيلوغرام أو 5 5 هكتوغرام والثمن المقترح في المسألة بالكيلوغرام يعني أن ثمن القارورة هو نصف الثمن المقترح لكل نوع كما هو مبين بالجدول التالي ثمن البيع بالنسبة لكل نوع يساوي عدد القوارير في نصف الثمن المحدد نوع العسل نوع العسل بورتقال كالتوس إكليل وزعتار ثمن الكيلوغرام الواحد من العسل بالدينار ثلاثة عشر فاصل مائتان وخمسون خمسة عشر فاصل مائتان وخمسون سبعة عشر فاصل ثمانمائة ثمن خمسة هكتوغرام أو ثمن القارورة الواحدة بالدينار ستة فاصل ستمائة وخمسة وعشرون سبعة فاصل ستمائة وخمسة وعشرون ثمانية فاصل تسعمائة عدد القوارير ألف وثلاثمائة وثلاثون ألف وثلاثمائة وخمسون ألف واربعمائة وثلاثة وستون الثمن الجملي بالدينار ثمانية آلاف وثمانمائة وإحدى عشر فاصل مائتان وخمسون عشرة آلاف ومائتان وثلاثة وتسعون فاصل خمسة وسبعون ثلاثة عشر ألف وعشرون فاصل سبعة ثمن البيع الجملي للعسل إثنان وثلاثون ألف ومائة وخمسة وعشرون فاصل سبعة دينار ثمن شراء القوارير ثمن شراء القنينة الواحدة فارغة بالدينار مائة وتسعون من ألف في عدد القوارير أربعة آلاف ومائة وثلاثة وأربعون قارورة يساوي سبعمائة وسبعة وثمانين فاصل سبعة عشر دينار أثبت أن مدخول بيع العسل وفق الطريقة الثانية يبلغ واحد وثلاثون ألف وثلاثمائة وثمانية وثلاثون فاصل خمسمائة وثلاثون مائة وثلاثون أثنان وثلاثون ألف ومائة وخمسة وعشر فاصل سبعة دينار ناقص سبعمائة وثمانون فاصل سبعة عشر دينار يساوي واحد وثلاثين ألف وثلاثمائة وثمانية وثلاثين فاصل خمسمائة وثلاثين دينار أستنتج أن الطريقة الثانية توفر للفلاح أكثر ربحاً لأن واحد وثلاثون ألف وثلاثمائة وثمانية وثلاثون فاصل خمسمائة وثلاثون دينار أكبر من سلاثين ألف وخمسمائة وأربعة وخمسين فاصل ستمائة وخمسة وعشرين دينار ولحساب الربح أحسب الفارق بين ثمن البيع في الطريقة الأولى والثانية يساوي واحد وثلاثين ألف وثلاثمائة وثمانية وثلاثين فاصل خمسمائة وثلاثين دينار ناقص ثلاثين ألف وخمسمائة وأربعة وخمسين فاصل ستمائة وخمسة وعشرين دينار يساوي سبعمائة وثلاثة وثمانين فاصل تسعمائة وخمسة شكرا